معنا من القاهرة رئيس تحرير صحيفة التيار عثمان مرغني أهلا وسهلا بك دائما معنا أستاذ عثمان إذن السؤال اليوم هل يعيد التاريخ نفسه في السودان في ظل هذه التحقيقات بالتأكيد هذا الذي يجري هو عبارة عن تكرار لما حدث في دارفور قبل 20 عاما نفس القضية بدأت بمجرد اتهامات بسيطة ثم بعد ذلك تطورت وتدحرجت كرة الثلج لتشمل حتى رئيس الجمهورية أصبح في طائلة الاتهام مطلوبا للمحكمة الجنائية الدولية هذه المرة يبدو أن الأمر بدأ بصورة أسرع مما كان عليه في الماضي بمعنى أن المحكمة بدأت في التحقيق وتوصلت إلى خيوط مبدئية تؤكد أن هناك جرائم ارتكبت ضد الإنسانية وأنها تحمل تطهير عرقي واستخدام العنف الجنسي بصورة ممنهجة كل ذلك أصبح معلوما للمحكمة الآن بدلائل وأدلة قاطعة لأن هناك شهود عيان من الأرض هم الذين قدموا هذه الشهادات فتبدأ المحكمة من نقطة أسرع وأقوى مما كان عليه الماضي في دارفور لأنها في دارفور احتاجت لسنوات لتصل إلى مرحلة الاتهام الآن أيام قليل منذ أن بدأت هذه الحرب ووصلت إلى هذه المرحلة المتقدمة التي ستضع هذه القضية في هذا المسار إلى أن تصل إلى منصة المحكمة الجنائية الدولية في الهائحة اليوم جميع الدول المهتمة والمتابعة وما طبعناه بالأمس في قمة دول جوار السودان الجميع يتحدث عن أن لا حسم عسكري في الميدان وبالتالي لإيقاف كل ذلك يجب إيقاف وقف اطلاق النار التواصل إلى وقف اطلاق النار وإلى العودة إلى مصار سياسي شامل برأيك اليوم هل هذه الجهود تسير بالسودان إلى هذه النقطة قريبا؟ أعتقد ذلك أولا الآن الشروط الموضوعية استوفيت من جميع الجوانب بمعنى أن كان التعويل دائما على الحسم العسكري باعتبار أنه الأداء التي تبدو أكثر انتصارا يعني هي تحقق الانتصار بالمعنى الذي يريده كل طرف لكن الآن واضح أن هناك نظرة موضوعية للأمر كلفة البشرية عالية جدا المادية أكثر وفوق ذلك هناك تداعيات قد تأتي حتى ولو كان هناك انتصار عسكري هناك تداعيات قد تأتي من انتشار هذه الحرب في جميع ولايات السودان الأخرى وربما تتخطى الحدود إلى دول مجاورة فهذا السيناريو شاخص إذا استمرت الحرب أطول مما هي عليه الآن أما طريق السلام والتسوية والذي بدأ الآن يلوح بصورة قوية أنا أعتقد أنه يقطع تماما دابر الحرب في أي مكان في الخاصم الخرطوم في ولاية الدرفور يمنع خروج هذه الحرب من حدود السودان بل يكفكف الشرور وأثار هذه الحرب بصورة شاملة وقد يضع منصة قوية جدا يمكن أن يبنى عليها مستقبلا فالسلام الآن بات أكثر جاذبية من الحسم العسكري وأعتوقع أن يكون ذلك الدافع القوي الذي يدفع كل الأطراف نحو الوصول إلى تسبية سريعة إذا استطعت الآلية التي تكونت أمس من مؤتمر جوار سودان أن تضع خارطة طريق سريعة تكسب الزمن لأن هناك كل ما ضاع الزمن كل ما تأثرت هذه القضية وتعقدت أكثر إذا استطعت أن تضع خارطة طريق سريعة ستضع الطرفين في الطريق الموصل إلى تسوية سياسية سريعة في غضون ربما أسابيع قليلة هنا السؤال أستاذ عثمان الخطوة الأولى إلى ذلك هل يمكن أن نعتبر أنها فعليا تمت بالأمس مع بيان حتى ما رشح من الإيجاد ما رشح قبله من جدة وتوحيد لهذه الرؤى والمبادرات نعم يعني اجتماع أمس هو لخص مدارف جدة ومدارف من منصة الإيجاد أيضا بمعنى أنه وضع الخلاصات التي تتلائم مع كل تلك المجهودات وأنا أعتقد أن الاجتماع نجح قبل أن يبدأ لأن مجرد وصول كل الرؤوسات دول الجوار إلى القاهرة كان ذلك مؤشرا قويا على رغبة قوية إقليمية من الإقليم الأفريقي دول جوار السودان للوصول إلى هذه التسوية السياسية ودول جوار السودان لديها قدرة وآليات للتأثير على الطرفين وهذا هو الأهم هي تستطيع التتواصل بصورة مباشرة مع قوات الجيش السوداني مع قوات الدعم السريع وحتى مع اللاعبين السياسيين لهم دور كبير في التسوية السياسية المقبلة فأعتقد الآن هذه القمة نجحت في أن تضع يدها أو تضع الخطوة الأولى في اتياه التسوية السياسية الشاملة وليس فقط قضية الحرب وإذا استطاعت فعلا الآلية الوزارية التي ستجتمع الأسبوع القادم في الشات إذا استطاعت أن تضع خارطة الطريق السريعة يمكن أن تبدأ بالتواصل مع الطرفين على الأرض قوات الجيش وقوات الدعم السريع ثم تنتقل إلى مرحلة المفاوضات المباشرة بين الطرفين لتضع البندقية وتنتهي الحرب ثم تبدأ مرحلة البناء السياسي على تسوية سياسية يشرف عليها أو يشارك بها كل الطيف السوداني شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا من القاهرة رئيس تحرير صحيفة الطيار عثمان مرغني شكرا جزيلا ترجمة نانسي قنقر